السلام عليكم إمانا منا بضور نجلة العلاقات الخارجية في نعطاء إشعاع للقضية الريفية التعريف بها ونعمل على تنثيل الشعب الريفي والقضية الريفية على أحسن وجه في المحافي الدولية وتكريسا للمصار السياسي والديبلوماسي الذي عمل عليه الحسب الوطني الريفي من أجل بناء علاقات أخويا بين الشعب الريفي جابوا مجموعة من الأشخاص على أساس أنهم من الحزب الوطني الريفي وعلى أساس أنهم يمثلون سكان الريف في المغرب وسكان الريف في المغرب إجمالا هو سكان الشمال المغربي وصولهم أمازيغية طبعا الأمازيغية بتفك Sharing نحن في الجزائر لدينا الأمازيغ الذين هم اقبايل لدينا الأمازيغ الذين هم الشوية لدينا الأمازيغ التواريق كان الأمازيغ بن مزاب إلى آخر هناك أيضا الشلح وحتى هناك في المغرب كان أكثر من لهجة أمازيغية إذا شئنا وأن كان تشترك في كثير من الأصول والإشكال اللي يقدم عليه النظام الجزائري هنا هو أنه ذهب خطوة أكثر مما ذهب النظام المغربي عندما ذهب النظام المغربي في هنا والناس اللي تابعوني هنا يعرفون هذا الموقف كنت انتقدت وبشدة وقلت له أنك تلعب بالورقة الانفصالية وأن هذا سيكون خطر على المنطقة عليكم وعلى الجميع الورقة الانفصالية خطر على الشعبين نحن شعب واحد في الحقيقة لو لا لا الاستعمار لكن الآن نحن شعبين في بلدين وعلى البلدين وعلى الوطنين وعلى الدولتين وحتى على النظامين يعني خلينا نشوفوا برك باش يكون هناك دائما الناس نحاولوا أن تكون الصورة كاملة طبعا في هذا الموقف تجد الوطنجية باسم الجزائر يهاجمونني والوطنجية باسم المغرب يهاجمونني وأنا هذا يسعدني يسعدني أن الوطنجيون في البلدين أو في الجهتين أو حتى من جهات خارجية تهاجمني في هذه النقطة هذا يعني أننا في الطريق الصحيح أساسا وبغض النظر على هجومات الوطنجيين ليس الوطنيين الوطنجيين فأنا مواقفي لا تؤثر فيها لا الهجومات ولا غيرها لو كان أثرت فينا الهجومات لو كان أثرت فينا هجومات العصابات اللي في الجزائر المساعد قبل أشهر قال لي قال لي بأنه أقدم على لحد ذاك الوقت أكثر من خمسمائة ألف هجوم اللي اضطر هذا اللي اضطر عليهم أنه يعمل بلوك في الفيسبوك أما الهجومات اللي مرت أو ما أحبش يعملهم بلوك ولا بمئات الألف فهذا بالنسبة لي أنا برك باش نقول للإخواني أينما كانوا أبدا عندما أعرف نفسي على الحق أبدا ما يأثر فيها تهجمات أي جهة كانت بل بالعكس تثبتني فقط على مواقفي لكن خلينا نشوفوا المترجمات هذا السفير المغربي في إحدى اللقاءات في ما يسمى بالأمم المتحدة وكان شن هجوم على العصابة في الجزائر كونه يشن هجوم على العصابة في الجزائر أنا هذا ما يعنينيش فنحن نشن هجومات مستمرة بالحق مش بالباطل لكن هو هنا بالباطل هنا هو بالباطل وهنا لم يعد الأمر يتعلق بهجومه على العصابة في الجزائر في وقتها لما خرج هذا خرجت وتحدثت وربما ضرب في مقطع رح نوري لكم منه وقلت بأن هذا سفيه وليس سفير وأنا عند كلمتي ما نغيرها بالمناسبة لأن هذا في يوم هنا قتله قتله إنك ببساطة تعطي فرصة للعصابات في الجزائر عن قصد وعن غير قصد لأن مرات بديت نصل إلى قناة أن هناك بعض الناس داخل نظام المغربي يريدون أن تبقى العصابة في الجزائر فهو يقومون باستفزازها ببعض القضايا لتضرنا كشعب جزائري وكمنطقة مغاربية ولا تضرهم كعصابة فقتله انتهنا عندما تقول أن الشعب القبائلي أولا ما كاش حاجة اسمها الشعب القبائلي هناك شعب جزائري بمختلف تشكيلاته أو تكويناته اللي هي لغوية يعني تختلف ولكن حتى لو افترضنا أن هناك خلافات لغوية أو اختلافات مش خلافات اختلافات لغوية كل واحد كيفاش يلقى مو تتكلم واحد يلقى تتكلم بالعربية تتكلم تليها بالقبائلية أو بالشوية أو بالمزابية أو بالترقية أو حتى بالجبل شنوا في جهتي بازا تبقى القضية أن يجمعنا كل شي يجمعنا الماضي يجمعنا التاريخ تجمعنا الثورة ويجمعنا فوق كل شي وبعد كل شي الإسلام شعب الجزائري كله مسلم حتى غير الملتزمين يقولوا نحن مسلمون فإذن هذا حتى من ناحية هذا خطأ السفير الأمريكي والسفير المغربي هنا وش قال خطأ خطأ منطقي خطأ تاريخي خطأ فنفيش منطقة محتلة شيء ثاني اللي ما عفوش ربما هو أو يعرفه لكن داروا بطريقة معينة هو أن النظام هذه العصابة اللي يحكموا في الجزائر ما عندهمش عقيدة ما عندهمش قيم ما عندهمش مبادئ يشتركون فيها مع الآخرين ولكن في نفس الوقت للإنصاف ما همش نظام عنصري بمعنى ما همش مشكل نظام في الجزائر مش مشكل من الشاوية فقط لا مش مشكل من القبائل فقط أبدا مش مشكل من العرب فقط أبدا أو بني مزاب أو توارك ليهما أقل ربما نسبة هو مشكل من كل هؤلاء المفسدين والمجرمين واللي عانوا من النظام الجزائري هم كلهم كل جزائريين سواء كان يعتبر رحو قبيلي أو يعتبر رحو شاوي يعتبر رحو عربي أو مزاب أو تاركي أو غيرها إذن النظام يختار أسوأ ما في الجزائريين فيصبحوهم سادة النظام ويقهر الجزائريين ككل الوهراني أو العنابي أو اللي في تيزيوزو أو اللي في ورقلة أو اللي في غردايا أو اللي في باتنا كيف كيف تعرضون نفس القهر ونفس الظلم فما عندناش عرق هو اللي حاكم البلاد ما فيش وشفناها لما جاء في فترة قايد صالح جاء لكلمة الزواف ما الزواف الجزائريين خرجوا له وكان الشعار الشهير اللي بركاونا من شعار بركاونا من الفتنة الجزائر كلهم خاوتنا حاجة كما هاك القبائل خاوتنا بركاونا من الفتنة القبائل خاوتنا لأن الشعب الجزائري ما يقبلش في مجمل إذا نحيط الذباب والأذناب والأتباع وبعض العنصريين من هنا أو هناك ما يقبلش أن يتم شيطنة مجموعة معينة في جهة معينة أو في مدينة معينة ثم حتى العراق تداخلت والدماء تداخلت وبالمناسبة نحن نذكر مرات الشوية والقبائل والعرب وبنمزاب والتواريك ورمكين كين اللي من أصول أندنوسية والأصول الإفريقية والأصول التركية والأصول المتعددة يعني مش لكن كلها جزائريون الحمد لله ونحن نقول كلنا مغاربيون لمغربين فهنا السفير المغربي في الحقيقة أعطى فرصة وأنا قلت هلو يوم قلت له أنك أعطيت فرصة خلنا نشوفوا بالكراي عندي في المقطع هذا قلت له أنك سوى شيئت أم أبيت أعطيت فرصة للعصابات اللي إحنا نواجهوها أنتم تخرجوا تعطوها فرص باش تغذوها يعني ها وهنا عندما تقوم من تتقدم في 2011 هذا السفير المغربي ولا أقول السفير عندما يقدم فرصة من ذهب إلى نظام يترنح إلى عصابة حكم تترنح تحت ضربات الأحرار تحت ضربات الحراك اللي حاروا معاه واللي مقدروش يقهروه ويقمعوه برغم كل شيء ما زال يخرجوا الناس والحراك فكرة والفكرة لا تموت ويوما ما ستنفجر شوارع الجزيرة في كل مكان ويعود الحراك ويسقط هذه العصابات في الوقت اللي تنتفذ فيه الجنوب ومدنه اللي يوم خارج تاريخ في الوقت اللي صراعات الجنرالات في أعلاها وخصوماتهم في أكبرها باحترافهم هم 31 جنرال في سجون العسكر جنرالات يسجونون جنرالات اللي طاح تلهبوبي كما يقول المثال شعبي اللي طاح ينحنوه والكثيرين رغم في المناسب ورغم مرعوبين الكثيرين رغم في المناسب رغم يشرووا في رغم يشرووا في ويشرووا في جنسيات في الخارج ورغم رغم الأموال الشعب المنهوبة رغم يترحل سمعتوا فانياتي هذي من قبل ما سمعتوهاش من بعد تعرفوا بالكثير من المسعورين جزائريين في هذا الوقت أنا ذلك هذا الكلام كان في 16 جويلية 2021 في هذا الوقت خرج في 16 جويلية هذه 15-16 خرج السفير هذا المغربي وعطاه فرصة من ذهب للعصابات واشدارة العصابات هذا الكلام في منتصف الجويلية 2021 رتبت مليح الأمور حرقة القبائل حرقة منطقة القبائل ومدن أخرى ولكن ركزت على منطقة القبائل في 2021 حراق غير مسبوقة أدت إلى مقتل المئات وجرح وإصابة الألاف وتدمير حياة مئات الألاف وقتل المواشي بعشرات الألاف وحرق الأشجار الألاف أشجار اللي كان عمرها ألف سنة أشجار زيتون وأشجار ووجداره أيضا اللي يقدم على هذا الجرائم كلها جبار مهنة تحت رعاية المخابرات تد دي أرس اتهم فيما بعد المغرب والماك ورشاد وإسرائيل باللي حرقوا منطقة القبائل ورح زاد جمال بن سماعين وشفنا كيفاش كانوا رح يديروا فتنة عظيمة إلى آخره أي أن السفير المغربي يعطاهم فرصة من ذهب من ذهب والحقيقة مش هاد يبارك أكثر من مرة أخرج السفير هذا وآخرين في الإعلام المغربي ومسؤولين يتحدثون على هذا لماذا أقول هذا الكلام لأن بعض إخواننا في المغرب والحمد لله لدينا إخوان كثيرين هناك ونحن نعتز بهم ونعتز بمتابعتهم قالوا أعطينا دليل أعطينا دليل أن النظام المغربي ساند الماك أو ساند منطقة القبائل هذا دليل هل فيه دليل أكثر من هذا على الساحة الدولية السفير لأنه يقول السفير الملك سفير الملك يتحدث على منطقة القبائل تحت الاستعمار الجزائر شكون يقول هذا الكلام يقوله الماك شكون الماك هل نقول لكم وش قال الشعب الجزائري في الحرك شكرا لكم شكرا لكم يا دياريس يا دياريس الماك وهنا أقولها من هنا وأنا عارف هذا يغضي بعض عناصر الماك كان عناصر الماك نضموا مساكن يعني تحت ضغطات تحت الاعتقالات تحت وتهموهم يعني دياريس جبر مهن دار بالجرائم وبعض رح تهم بها جماعات الماك وبعضهم دخلوهم للسجون وبعضهم رحو ما زلوا في السجون ونحن عارفين أن الدياريس هي دارة الحراق في 2021 لكن الرئيس الماك هو يعترف على إحدى القنوات الناطقة بالأمازيغية يقول نعم أنا كنت نتلقى التوفيق قبل إنشاء الماك ونتلقى التوفيق التوفيق تعد دياريس قد يكون بعض الناس اللي منتمين للماك أكيد هذا هم آمنوا بفكرة أنه خلاص إحنا مع هذا النظام لازم نستقله طبعا فكرة خاطئة تماما ونحن ضدها في المطلق لكن قد يكونوا صادقين في الأفكار تاحهم لكن قيادة الماك وكان خرج واحد من عندهم وتحدث في أشياء كبيرة جدا أمش حاب برك نخصص اللايب لموضوع الماك ما الماك ليه مش هو موضوعي لكن قيادة الماك تعترف بأنها كانت على علاقات مع التوفيق فعندما يخرج السفير المغربي وخرجوا مسؤولين مغاربة وحدة أخرين والسفير هذا كرر عدة مرات ويقول لك أنه لازم تعطوه المنطقة القبيلة لاستقلال هذا ماذا يعني هذا بالنسبة الجزائري هذا يعني أن العصابة اللي في الجزائر في طاقارة ولا في المورادية ولا أين شئت جاتها يعني جاتها فرصة استثنائية لكي يقول لهم شفتوا قلنا لكم بأن المخزن قلنا لكم بأن المغرب والنظام المغربي والمخزني يريد تكسير الجزائر أنا قلنا لكم سمعتوا السفير المغربي ولا أسمعتوش تحبوا تسمعوه وقدموه آنذاك في القنوات والمواقع والدور كل ها الدور واشقال السفير المغربي واشقال السفير المغربي واشقال السفير المغربي إلى درجة أن كين واحد قنص المغربي أيام الكورونا في 2020 أو 2021 في وهران يحضر معه مغاربة كانوا حصلوا في الجزيرة لكي يدخلوا للمغرب وهو يحضر قال لهم رك ما عارفين هذو الدولة عدو والله هذو العدو والله وكان واحد من اللي كانوا معاه سجلها وعطيت للDRS وخرجت وداروا بها وبدأ عند الشعب الجزائري شوف يقول لهم ها مسؤولين أمر مغاربة يقولوا علينا نحن الدولة العدو طبعا العصابة اللي في المرادية أو في تاقارا أو تخفي أن شنغريحة في 2016 خرج وقال لعدو المغربي ونتمنى اللي عنده هذا المقطع يبحثون لي يعني مساعد ابحث عليه شوية وملقاش شنغريحة في 2016 خرج وقال لعدو المغربي وما زارة يتكلم كل مرة يقول العدو الكلاسيكي أي أن العصابة في الجزائر تتغذى من تصريحات بعض المسؤولين المغاربة اللي هي مش ضد العصابة هي ضد الجزائر عندما يكون الأمر شوفوا يا أخوانا قلنا نكون واضحين وانا قلت هذه في المغرب ونعود نقولها هناك عندما يكون الأمر خصومة بين النظام المغربي والنظام في الجزائر أو العصابة في الجزائر هذا أمر يخصكم برغم إحنا ما نفضلوهاش ولا نريدها لأنها تأثر على البلدين وتأثر على الشعبين وتضعف المنطقة كلها لكن عندما يتحول هجومكم أنتم كمسؤولين مغاربة بعض المسؤولين مغاربة عندما يتحول هجومهم ضد الجزائر كوطن هذه ما فيش جزائري يقبلها لما أتفهم جيدا أن ما فيش مغربي يقبل تهجم على وطنه ولا على بلاده ولا على وحدته الترابية أتفهم ذلك تماما محق كل واحد يدافع على وطنه وهذا طبيعة الأشياء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة وقد أخرجها منه منها المشركين المجرمين والله إنك لا حب أرض الله لي ولولا أن قوم أهلك خرجوني ما خرجت الناس تحب أوطانها بطبيعة الأشياء ولا تلومن أي واحد يحب وطنه لكن مش أنت تحب وطنك تهجم الأوطان الأخرى أنا قد أتفهم كثيرا إخوانا المغاربة اللي يقول لك أن النظام الجزائري يحب يكسر لوحدة الترابية وا 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 محقين في جزء كبير فيما يقولون لكن عندما تخرج مسؤولة مغربية مديرة الأرشيف الوطني مثلا وتتحدث عن الصحراء الشرقية قبل حوالي سنة ونصف أو سنة دعونا نرى لأرى عندي هنا هذه خاصة نعطي هذا التفاصيل لإخوانا المغاربة لأنني أنا بالنسبة لي أنا أغلاء متهمني جنسيتك كون هندي أمريكي أمريكي كون ماليزي يهمني أنت مع الحق ولا مع الباطل الجنسية جي من بعد إضافة قد نشترك في الوطن إلى آخر بصحنا كجزائريين وشنا معهم رحي مع عركتنا رحي مع عركتنا مع جزائريين يعني نشترك معهم في الجنسية ولكن نختلف معهم في الحق والباطل نظام ظالم عصابات مجرمة وظالمة ومدمرة إذن ما تهمنيش أنا جنسيتك إلا في مرحلة أخيرة قد أهتم بها لكن اللي يهمني الحق والباطل خاصة إذا كنت مسلم وكان الإنسان يزعم أنه مسلم يهمك الحق والباطل مش اللي باسم الوطنجية ستدافع عن نظام حكم أو عن مسؤولين داخل هذا النظام الحكم مهما فعلوا ومهما قالوا هذا تولي عبد ذليل تولي ذنب إذا أحسنوا تكون معهم وإذا أساءوا تكون معهم لا في مسؤولة أما مغربية كانت خرجت جرائد كثيرة منها مثلا ماروك يبدو إلى آخر ومصورة أدايا ربع الجزائر ويقول لك الصحراء الشرقية خرجت مسؤولة مغربية قبل فترة وقالت تحدثت على ما اسمته الصحراء الشرقية تلقوها قلوا برك مديرة الأرشيف الوطني تلقوها في الأنترنت أو المساعدة اللي عنده يعود يبعثها واش تقول فيها تقول فيها بأن الجزائر داتنا صحراء الشرقية بهذا المعنى هذا غير مقبول يا إخوان هذا غير مقبول وخلوني نعاود لكم شيء قلت في المغرب في 2015 وهاني نعاود نكرر هذه ربما بعض خاوتنا سمعوها ربما بعض إخواننا واحدة آخرين ما سمعوهاش أنا لم أزور المغرب من 91 لم أذهب إلى المغرب في 92 في نهاية 91 ذهبت كديبلوماسي إلى ليبيا في 95 غاربت مدخل للجزائر وأنا في حرب شعواء مستمرة سلمياً مع العصابات ودعيت للمغرب في نهاية تسعينات وبداية الألفين عدة مرات وكانوا اللي يدعونا سواء لمظاهرة لمحاضرة أو لمؤتمر أو لصحافة أو لقناة أو لموقع أو لإذاع وقلهم عذروني أنا لا أريد أن أكون طرف في الخصومة بين نظام الجزائري ونظام المغربي أنا معارض جزائري وقد تقرأ من أنني هنا أولي النظام المغربي في الخصومات وفي السراعة وأنا لا أفعل ذلك أنا أعتبر أن أي معارض يحتمي أو يرتمي في يد أي نظام دولة آخر يصبح مرتزق بغض النظر على النية الأولى ينتهي بين الأمر أن يصبح مرتزق وإحنا هذا هو القرار اللي عندنا في رشاد وقراره قبل رشاد رشاد أسسناه في 2005 2007 لكن هذا الكلام كان حتى قبل ولذلك أنا لم أرتبط بأي نظام بأي دولة بأي جهاز رسمي بأي وتحدى النظام وعصابات وذباب ورغم أنهم يقولونها أن يأتوا ولو بذرة تثبت ذلك المهم في 2015 رحت للمغرب ولماذا ذهبت؟ ذهبت لأن اللي دعاوني شعرت بألم بعد أن أعرفت أن هذه المجموعة هي مجموعة الذين طريدوا كان مؤتمر الأول تحهر مؤتمر تأسيسي وهم اللي طريدوا من الجزائر في 75 في 2015 أي بعد 40 سنة استطاعوا أن ينظموا أول مؤتمر أخونا رشيد مسلي اللي أرسل لي الدعوة هو كان يبدو يعرفهم قال لي يسرون على حضورك وهذون إخواننا والأصل كانوا يعتبروا روحهم جزائريين ولما قريت الملف لقيت باللي من من مبادئنا وقيمنا كجزائريين أن نلتقي مع هذون أخونا ليس لأنهم فقط مغاربة ظلموا ولكنهم أيضا جزء منهم كان يعتبر نفسه جزائري حتى طريد وحضرت هناك حضرت المؤتمر وفي اللقاء اللي شرفوني كنت أنا أعطوني رئاسة اللجنة الأولى هكذا لإدارة الحوار في نهاية تقريبا الجلسة خرج واحد يقول أستاذ جامعي مش عارف قريب من حزب استقلالي إلى آخر هو بدأ شن هجوم وقال أن الجزائر دخل فينا 17 دخل وأننا عندنا أراضي مغربية ديتها الجزائر وهذه الأراضي لازم نسترجعوها إلى آخره قلت له استنى حبس وقف أعطيت لهم الميكرو قلت لهم خلاص أنا لا أرأس أي شيء أعطوني أن أعطي الكلمة النفسي وخرجت قتله أمام كل حاضرين وطبعا كانوا تقريبا كلهم غاربة مع بعض الضيوف اللي جاءوا من إسبانيا ومن تونس ومن الجزائر ومن يعني خمسة ولا ست دول قلت له شوف نحن كجزائريين أحرار نريد أن نلغي الحدود الذي صنعها الاستعمار نحن نعتبر شعب المغرب وشعب الجزائر وشعب التونس وحتى الليبي والموريطاني شعب واحد ونحن مع إلغاء الحدود إن قبلتم هذا فنحن كأحرار هذا رأينا وإذا وصل اليوم يوما ما الناس الأحرار إلى الحكم في الجزائر فهذا هو رأيهم وهذا رأي الثورة الجزائرية في الخمسينات وهذه كان كتابات وكان تصريحات إلى آخرها لكن إذا قلتم كل واحد يبقى في حدوده ونقول لك بللي المساس بمتر واحد من أرض الجزائر لن نسمح به متر واحد لن نسمح به لا للمغرب ولا لتونس ولا للهند ولا لبرازيل ولا للمكسيك يا إما نلغي الحدود ونحن شعب واحد وإما نحتفظ بالحدود ونتعاون ونتأخى ونحن أيضا نبقى مسلمين أما أن تأتي وتقول لي ركم الديتونة وما الديتونة ونحن أقول لك لا هذه الأرض مات عليها مليون ونص لتحريرها بالحدود التي رسمت كما هي كان حديث يقول لك لا قبل الاستعمار لم يكن شي هاك المغرب كانت أوسع الجزائر كانت أقل هذا كله نقاش لكن لو كان الشعوب والدول ترجع إلى لو كان نرجع فقط إلى أوروبا إلى بداية القرى العشرين موش القرى التاسع عشر العشرين أو ثلاثة أرباع الحدود الأوروبية مش صحيحة لراهي الآن مقارنة بداية القرى العشرين وراهي الامبراطورية الهنغارية النمسوية مثلا كانت امبراطورية كاملة تسموها الامبراطورية الهنغارية النمسوية وراهي أراضي الدولة العثمانية في أوروبا وراهي الأراضي الألمانية اللي راهي جزء منها اليوم بولوني وجزء منها فرنسي إلى آخره ها لن تستقيم تقوم تقوم حروب لا تنتهي إذا الناس تتراجع في الحدود كل مرة نحن هذه الحدود مات عليها أبائنا وأجدادنا إلى آخر دم ونحن مستعدين أن نلغي الحدود وش نسيدوكم أكثر بصحة جيد قل لي لا عطيني مارك الديتل هنا كما قال صاحبهم هذا 17 17 دخلة قلت له هذا مستحيل والحقيقة يعني للتاريخ أني عندما قلت هذا الكلام ودام حوالي 5 دقائق تقريبا ساد صمت رهيب داخل القاعة لمدة 20-30 ثانية ثم خرجوا ووقفوا الناس وبدوا بالتصفيق تصفيق حار وكانه مساندة لما قلته باش نختصر الحديث لما جيت خارج بعد أن قضينا ثلاث أيام في المغرب وكانت هذه أول زيارة من 1991 إلى 2015 لما جيت خارج ارتأت المخابرات المغربية وكأنها تريد أن تنتقم مني أو تريد أن تظهر لي رأيها ضدي أو كي جيت خارج قال للبوليس اللي هناك شاه فاسفور أو كذا قال لي تحتاج تدير البصمات قلت له واشنو قال لي البصمات قلت له علاش قال لي والله أخي من يعارف قلت له أن دهلي المسؤولتك يعني بهذا المعنى فكان موظف تعالى النجمتين أو ثلاثة لا تذكر جيدا ربما كان ثلاثة نجوم جاء شاب ممكن كان في بداية الثلاثينات من عمره أو منتصف الثلاثينات قلت له قلت له قلت له هذر مع مع الأخ اللي كان شاد الباسبورات وشاف راح شاف الميكرو وكذا الكمبيوتر ورجع لي قال لي لازم دير البصمات قلت له قال لي والله ما أنا عارفين يعني قال لي كان تعليمات قلت له كيف نديرهم كيف ندير كيف ندير البصمات وكيف يسرع قال لي رجعوك للبلاد اللي جيت منه قلت له طيب أنا راجح للندن أنا أصلا جيت من لندن واني راجح للندن يعني في نهاية المطاف أقصى ما تقدروا تديروه أنه تقول لي نرجعوك للندن قلت له أنا راجح للندن شعر بالحرج قلت له قلت له جيب لي مسؤول أكبر قال لي ما كان حتى واحدة هنا واني هنا بخط اليوم وشفت مسكين كان متألما محرجا قلت له شوف للأسف في التاك ذا الباسبور قلت له بسبب هذا الباسبور وفي درجة تعتقلوا لي لأنه باسبور غربي قلت له أنا متأكد قلت له هناك المكتب قلت له هذا كان المكتب اللي قلت له لما نروح هناك رح نلقى مسلمين وأفارقة هذا رح نلقى وربما هذو الأفارقة ثاني مسلمين قلت له لن أجد أبدا وأوروبية والله هناك قلت له معناها تحقروا غير خوتكم وشعرت بغضب شديد وكنت مش رح ندينهم لكن تفكرت حاجة تفكرت أني كنت وعدت لأولاد قلت لهم قبل ما نروح للمغرب لما جيت رايح الأولاد قالوا يا بابا دينا معاك إلى آخير قلت له مسلمين وكي نجي نعود هذا يراني رايح في مؤتمر كي نجي نديكم إن شاء الله هذا الصيف للمغرب فتفكرت أني وعدت أولادي وتفكرت أن المغرب في نهاية المطاف بالنسبة لي هو بلدي أيضا والحقيقة أني والله كي دخلت المغرب والله كأني دخلت الجزائر وهذا نفس الشعور اللي جاني لما رحت لتونس في 2011 وال2012 وليبيا في 2011 وال2012 بعد السقوط بن علي وسقوط القذافي نفس الشعور لهوان تاع وتحسر حكرك في بلدك والناس والآكل والحلال والأذان وكل شي تشعر أنك خرجت من أوروبا إلى بلدك صح وبالتالي رحضرت البصانات كنت قادر من ديرهمش لكن كون ما درتهمش عارف رحب لي من زيش نرجع للمغرب ففرقتنا ما بين اللي اتخذ القرار هذا المسؤول في المخابرات اللي اتخذ القرار يشعر وكأنه وكأنه يريد أن يذلني وأنا أؤذى ولكن لا أؤذل أبدا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يؤذى ولا يذل شعرت وكأنه فشعرت كين دير بصوت بالعكس انتصار عليه لأني سأعود إلى هذه البلاد ورح نجيب أولادي وبالفعل بعدها بأسبوعين رحت أنا زوجتي أولادي اللي كانوا معايا ورحنا وقضينا حوالي عشر يام واثناش أيام في المغرب وكانت أيام جميلة وجميلة جدا فما خليتش قرار يعنيني شخصيا أن يؤثر على نظرتي للوطن وللبلد المغربي اللي هو بلدي مثل ما هي الجزائر بلدي فنحن مرة أخرى باش نقول للمخابرات المغربية وليأصحاب القرار داخل النظام المغربي المساس بالجزائر العصابة بينكم بينها نحن نفضل أن حتى علاقتكم مع العصابة ما تكونش سيئة لأن هذا يأثر على الشعبين وعلى البلدين ونحن أثر أساسا لكن المساس بالجزائر سواء بالحديث على القبائل المستعمرين والماك وروح للمنطقة القبائل يقولوا لك رأيهم في الماك الأغلبية حتى اللي ما يهاجموش الماك يقول لك لا أنا هذا الجزائر بلادنا كيفاه هل هناك قبائل عاقل يقبل بواحد في المائة من الجزائر لأن الجغرافيا اللي طارحها الماك للاستقلال هي واحد ونحظ ونص بالمائة هدا ما كان من الجزائر ككل يعني هنا قبائل عقلاء يخلوا 99% باش يتدوا واحد في المائة ما يتعلق بالجزائر هذا مفيش واحد جزائر يحيقبل بها حديث على قضية القبائل واستقلال القبائل مفيش واحد يقبل بها وأنا معكم ما تقبلوش قضية الريف وستقلال الريف وكذا كما فعل النظام السفهالي في جزائل لأن الورقة هذه الانفصالية هذه رهي جحيم رهي نار رهي لي لعب بها تحرق و تحرق المنطقة بالصح الحقيقة الحقيقة قال نعم السفهال ذهبوا أبعد مما ذهب النظام المغربي عندما أخرج سفيره يتحدث على أن القبائل مستعمرة ويجب أن تأخذ استقلالها إلى آخره وعندما استقبلوا صحيح ما فتحلوش مكتب لكن كان يذهب هناك رئيس الماك وبعض زعماء الماك يذهبون دائما للمغرب لكن قضية الورقة أو الحديث على القبائل مستعمرة هذه تحدث بها المغرب من نظام المغربي أولا وقضية الصحراء الشرقية هذه تثار في المغرب ما فيش واحد جزائري سيقبل بذلك وكان أمرين آخرين قضية التطبيع مع الكيال الإسرائيلي غير مقبولة جاء جرانس ها هو المقطع هنا بتعاون رسميا بين البلدين في مجال الصناعات والمبيعات العسكرية وقعنا اتفاقية إطار للتعاون الأمني من جميع النواحي مع دولة المغرب وهذا أمر مهم للغاية سيسمح لنا بتبادل الآراء والسماح بمشاريع مشتركة والسماح للصادرات الإسرائيلية للوصول إلى هنا أعتقد أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل يجب أن تستمر وأن تستمر في التطور والتوسع وأنا سعيد لدورنا في هذا الأمر هذا المتحدث هذا هو المجرم بيلي جرانس هذا هو عضو مجلس الحرب هذا اللي كنت تكلم عليه قبل قليل كان في واشنطن وفي لندن إلى آخر هذا عضو مجلس الحرب كان ستة في مجلس الحرب هذا ثاني أهم شخصية كان يوم هو وزير دفاع المغرب وزير دفاع النظام الصهيوني صهيوني جاء وداره اتفاقية أمنية عسكرية وراح هذا الوزير إلى قرب الحدود الجزائرية في المغرب وهاجم الجزائر هذا غير مقبول نحن نرفض التطبيع وانتم زيادة على التطبيع جيب وزير صهيوني الآن هو يذبح في خوطنا الفلسطينيين ذبحا رهيبا يعني لم يكن يشوف الآن يكون مربما تنتبه والحمد لله النخاوتنا في المغرب يخرجوا كل سبت وحد بمئات الآلاف يتظاهرون في عشرات المدن وكاين مغاربة كثيرين خرجوا ونددوا بهذا التطبيع بما فيهم الأختنا بيلمونيب وغيرها تطبيق خطر على المغرب قبل أن يكون على الجزائر لكنه خطر علينا جميعا هذا الوزير خرج وهاجم الجزائر مش مقبول إذن هذا الأمر الثالث اللي مش مقبول الأمر الرابع كلمة أنا حبيت راني هنا بنقتصر بسرعة أنا الجزائر عمرها ستين سنة خلونا من هذا هذا يثير الجزائريين هذه مش هذه مش سبة للعصابات راكم تعطوا فرصة للعصابات باش جي معها الشعب الجزائري أو جزء كبير منه يقول لهم ها شفتوا نظام المغربي يقول بأننا دولة عمرها ستين سنة نحن استقلال عمرها ستين سنة جزائر راهي ضاربة في التاريخ مثل المغرب ضاربة في التاريخ ولماذا نفسنا نسكن هو أقدم في التاريخ لماذا لماذا المنطقة كلها عندها نفس تاريخ والمغرب لم تكن تسمى المغرب والجزائر لم تكن تسمى الجزائر المغرب قبل سبعين سنة كانت تسمى مراكش ما كانش تسمى المغرب أو ثمانين سنة وروحوا لكل الوثائق تجدونها هاداك لماذا نروح نجرح المغربي وقلوا انتا مراكش وكنت تسمى مراكش وانتوا ما عندكمش وانتوا ما النظام الملكي كان عميل الاستعمار وعبد الكريم الخطابي حارب نظام الملكي وحارب الاستعمار لماذا ما هو البروباغندا سهلة استخدامها من هنا وهناك الجزائر ضاربة في التاريخ مثل ما هو المغرب ضارف في التاريخ ويجب ما نقعدوش مثل هذوك البايرات مع احترامي لمساكين اللي ما عندهمش خيار ويبدأوا شكون هي اللي ما نشعب شكون خلونا من هذا الخطاب هذا مش خطاب انتا ناس مسؤولين وخطاب وحكام لكن كثير المسؤولين بما فيهم السفير هذا هلالي خرجوا يقول انتما بلادكم عمرها ستين سنة لا هذا مش صحيح التاريخ كله يكذب هناك سبعين الف وثيقة تكذب ذلك ولكاش كاش نهار نجيب قاع الوثائق التاريخية اللي كانت الجزائر ووقعتها مع دول ومن جهات بريطانية وامريكية حتى لكن انا مش هذا هو الاشكال الاشكال ان هذه الاشياء كلها تصبح في خدمة الدراس لان الجزائر اللي يجي مسؤول مغربي يقولوا انت عمر دولتكم ستين سنة فقط انتوما خدمتكم فرنسا انتوما صحراء شرقية نتاعنا اللقبائل تحت الاستعمار الصهاينا نجيبوهم ونحطوهم قدامكم هذا ستثيروا انت يا من تقوم هذا يا المسؤول المغربي او الذباب المغربي يا من تقوم بهذا رك تخدم في العصابات اعظم شيء يعجبني لما خرج وزير الخارجية المغربي اعتقد هو نفسه اللي يره الان في مارس 2019 في مثل هذه الايام قبل خمس سنوات وقال نحن لن نتدخل فيما يجي في الجزائر خرجتنا يومها في احدى اللايبات وقلت له شكرا لك لا نريد لكم ان تتدخلوا لهك ولا هك خلونا كجزائريين نخوض معركتنا مع العصابات هذه العصابات دمرت الجزائر قبل اي شيء اخر دمرت الجزائر قبل شيء اخر خلونا نواجو هذه العصابات دخولكم على الخط يعطي فرصة وتبرير للعصابات الاجرامية لانا ادين بشدة فتح مكتب ما يسمى الحزب الوطني الريفي هذا والحقيقة ان هذه العصابات لا تعرف شيء ها واحد من قادة الريف اللي انتفض اكيد ليس لأسباب انفصالية ولكن كانت عنده مواقف اعترض عليها ضد النظام المغربي هو شيء تقول وهذا رح اغلبيتكم تعرفوه او ان هؤلاء مدعوم من الجزائر اقول لهم ان موقفنا اليوم الشع وارجل من موقف الدولة المغربية لازالت الدولة المغربية تمارس دبلوماسيا مع رجلتها الجزائر ما زالت تقول ما زالت تقول نحن جيران وكذا وكذا نحن نقولنا شعب الجزائر شعب حقيقة من كروهاش هم اخواننا ولكن جنرالات الجزائر وحكام الجزائر مفسدون الهابيون مجرمون ختل ومصور وقصة هذا اخونا ناصر زفزفي وراه مسجون بعشرين سنة ظلما وانا من هنا ادعو السلطات المغربية ان تطلق صراحه لكن موقفه واضح وهو محق اولا في وصفه للعصابة عندنا في الجزائر ثانيا كمعارض مغربي يجب ان لا يسقط في ايدي العصابة في الجزائر مثل اي معارض جزائري عندما يسقط في ايدي المغاربة نظام المغربي او نظام الفرنسي او نظام منش عارف واش يصبح مرتزق بغض النظر على وش يقول وش ما يقولش ان اي معارض يتعامل مع دول ان اي معارض يتعامل مع انظمة ومع دول على اسس انها تساعد لمواجهة اي صابات بلده يتحول الى مرتزق شاء ام ابا ولذلك نفضل ان تقطع رؤوسنا وان نظل في الخارج وان لا نرى وطنع ابدا على ان نلتقي باي جهة رسمية في اي ظرف وتحت اي تبرير المعارضات الشريفة لا ترتبط بانظمة وبدول اخرى شوفوا المعارضة السورية وين انتهت والذلك اقول لاخوانا المغاربة هذون اللي راحوا هناك للجزائر انتم ترتكبون خطأ رهيب في حقكم وفي حق شعبكم ولا عندكم قضية حق لا يفعلها دون ان ترتبطوا بالنظام الجزائر واتقل له اقول لبعض الجزائريين اللي راحوا مرتبطين بالنظام المخزن وبعضهم مرتبط بالنظام الفرنساوي عودوا الى رشدكم عودوا الى رشدكم اذا راكم تقولوا احنا معارضين لان بهذه الحالة شئتم اما بيتم تتحولون الى عملاء ومرتزقة عند الفرنسيس ولا عند السبنيول ولا عند البريطانيين ولا عند الامريكان ولا عند اي كان وميجيش واحد يقول لي نترك في بريطانيا انا في بريطانيا انا بالقانون ولا ألتقي اي مسؤول بريطاني ولم ألتقي اي مسؤول بريطاني بمعنى مسؤول نحن وفق قانون قائم في البلاد لكن لا نلتقي لا اخوة ومخابراتهم ولا مسؤوليهم ولا سياسيهم ولا هذا قرار بالنسبة الينا نفضل الموت على ان نخالفها باش نعاود لاخواننا خدشي بعض اخواننا المغاربة اخذاهم شوية الغضب قال لك لا والمغرب رأي عمرها والنظام المغرب عمره ولا دافع على الأطروحات الانفصالية لا دافع وهني وريت لكم جزء فقط كونه ما افتحش للمعك مكتب هذا تحصيل حاصل لكن كون السافير يخرجوا يقول الخبائل تحت منطقة تحت الاستعمار الجزائري لا هذا هذا كلام غير مقبول نحن نريد أن نوحد شعوبنا نوحد أوطاننا نوحد بلداننا يا أخي الخصومات ما بين الجزائر والمغرب لا تسوي واحد من الألف تاريخيا كنا نرجعو لألفين سنة ما تسويش واحد في المية من الخصومات ما بين ألمانيا وفرنسا أو ما بين فرنسا أو ألمانيا وبريطانيا أو إيطاليا أو إسبانيا وبريطانيا هذا الأوروبيين كل متر في أوروبا كل حجر تحت هيكل عظمي تحت دماء ابناء الاتحاد الأوروبي الدين واللغات والأشكال والألوان والماضي والتاريخ ونظلوا قال لي قلت لك وخلونا في كلمة أخيرة ونقول لكم ونقول لإخوان المغرب خلونا نحن كجزائريين نواجه عصابات اللي يتحكم في بلادنا لأنه خطر علينا قبل أن تكون خطر على أي آخر وأنصح النظام المغربي والمتحدثين بسمه وحتى الذباب ليستخدموا المخابرات المغربية أن لا تذهبوا في التهجم على الأحرار لأنكم ستخسرون الجميع فيما بعد أما إذا فعلتموها فنحن هذا بالنسبة إلينا يعني راح تكون أنتم أسوأ من النظام الجزائري لن تكونوا لن تكونوا معركتي هاي مستمرة معه ما يقار بثلاثين عام وما نشنا وحدي ما زال كأين أحرار وما زال كأين ثابتين وهذه أجيال جاية الأحرار لا يهمهم الناس معهم ولا ضدهم الناس تصفق لهم ولا تهجمهم إذا كنت على حق فاعلم أن من هو خير منك ونذي يقول خاصة للمسلمين أن أنبياء الله كانوا ينشرون ويقتلون ويذبحون ولا يغيرون من مواقفهم فما نحن مقابل أمدياء الله وأعلم أن خالق الأكوان يشتمه ويسبه السفهاء وبذاءاتهم وقدراتهم تصعد له ومع ذلك يتحملهم إلى يوم الحساب العظم